بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى خراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل الكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا برسال قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أم أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل خبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يثومونكم يثومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويفتحيون نفاءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوش وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يبن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا ثبلنا ولنصبرن على ما آذيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنفرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهركن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفته وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهدنه ويخطى من ماء خديد يتجرعه وذا يكأب يخيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غديد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم سبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجذعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال السيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن بعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرحي إني كفرت بما أشرتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما ذها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقوم الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أنبادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعدادية سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وتخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتخر لكم الأنهار وتخر لكم الشمس والقمر دائبين وتخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أضللن كثيرا من النار فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في الثماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحتبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقدعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجر قريب مجردع وتكونت بعروس أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحتبن الله مخلف وعده رسله فلا تحتبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والثماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والثماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ثابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كتبت إن الله سريع الحفاب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب